دلوقتي احنا نتعلم نطبع الصور على المجات هنجيب ورق بس ورق حراري بنجيبه من المكتبة وبندبع عليه صورتنا من الكمبيوتر عادي وحنمشي الماكوة زي ما انتم شايفين كده هنمشيها على كل الصورة هنبدأ دلوقتي بنشيل الصورة طبعا لما يبقى المج بارد ما بتزهرش عليه الصورة اول ما بنحط فيه مياه سخنة هيبدأ دلوقتي الصورة تبانى عليه زي ما انتم شايفين طبعا احنا ممكن نعمل ده بشكل شخصي يعني الحاجات نقاحنا الشخصية وممكن نعمله مشروع لو هنعمله مشروع هنجيب المكتبة الصغيرة دي هنحط عليها الورق الحراري ده وهنلزقه معلوش اي صور لان الصورة مدخلينها في الكمبيوتر بتاع المكتبة خلاص هنحط دلوقتي المج في المكان بتاعه وبنقفل عليه خلاص هنشيل الورقة اللي فاضية هنلاقي الصورة نحط كده مياه سخنة هيبدأ الصورة تبانى عليه ليه بتظهر بالمياه سخنة تعالوا نشوف دلوقتي برضو العلبة السحرية دي دي علبة او جهاز الحفر بالليزر احنا دلوقتي بنحطها هوا بتحفر على اي شيء على النحاس على الخشب على الورق هي اللي عامنالي دلوقتي موديل الحلق ده هي دلوقتي بتحفر على الخشب اهو بحط الصورة اللي انا عايزها بوصلها بالعلبة دي وبتحفر هولي على جراب الموبايل بتحفر على الجلد دلوقتي وممكن احط العلبة معايا في الشنطة في اي مكان دلوقتي البنت بترسم صورة حصورها بالموبايل ونقلتها للجهاز وخلاص الصورة بتتنقل عندي هنا كمان في حفر على الخشب اهو طيب المشروع ده ممكن اعمل به حاجات كتيرة جدا زي ما انتوا شايفين مجات وهدايا وعالتيشرت ده برضو جهاز تاني او مكانة تانية بتطبع ليهو عالتيشرتات وحنتبع دلوقتي على المجات وايضا الكاب والاطبائل والهدايا التسكيرية حاجات كتير اتمنى ان انتوا تطبعوا على صفحتنا مشروعات كتيرة زي مشروع انتاج الشباشب وايضا انتاج لاطباق الفايل وانتاج الافران الشمسية اللي بتعمل بالشمس وبنعملها من لاطباق الدش القديمة وايضا تتابع انتاج الزهب من الهواتف والكمبيوترات القديمة وتابع كمان فيديو اصلاح لمبات الليد بالولاعة في دقيقة واحدة بتصلح اللمبة بتاعتك وبترجع جديدة زي ما كانت اشتركوا في القناة